أهلا وسهلا فيكم ببدويترايدز اليوم بدنا نحكي عن البيتكوين سبوت اي تي اف وهل معقول يتم الموافقة عليه اليوم بدنا نحكي عن حطأ كثير بيصير مع المستثمرين وكيف فينا نستفيد منه ونحاوله لفرصة من العمر وعننا كثير اخبار مهمة عن عدة عملية رقمية مثل ما عودتكن انا يوميا بديلكون اخر اخبار الكريبتو اشتركوا في القناة دعونا نبدأ اهلا وسهلا فيكم اول شي البيتكوين افز لفوق الاربع واربعين الف على عقب احتمال الموافقة على بيتكوين سبوت اي تي اف عم تزداد اكتر واكتر حاليا البيتكوين رجع ارتد لتلاتة واربعين الف وسبعمية مناطق بعدنا كتير كتير ايجابية احد الامور اللي افتتلي نظرة هي قوة الدولار الامريكي رجعنا بيوم اخضر حاليا بدنا اياه يهبط لقوة الدولار الامريكي اللي تكون ايجابية على الاصول الخطيرة والاسواء التقليدية من ناحية تانية البيتكوين دومنس عم بيعاود صعوده وهذا متوقع انا يكفي صعود له لانه في فومو كتير كبير حاليا بسبب البيتكوين سبوت اي تي اف هلا بحسب احد الصحفيين جاكلين ماليناك بتقول عنده مصادر موسوقة انه الساك لحيوافق على بيتكوين سبوت اي تي اف اليوم تمارو كان هام بارح الخبر ولكن لحيتم الموافقة عليه اليوم هيدا امر كتير كتير ايجابي اذا تمت الموافقة لحيكون اكيد الساك ما بده اياه هو مزروك يعني كل العالم زيركين ولكن لحيكون ايجابي على المجال على المدى البعيد هو لكن هل احتمال نشوف تصحيحات بعد البيتكوين سبوت اي تي اف اكيد احتمال كونو متوقعين كل شيء على المدى البعيد الامر كتير كتير ايجابي اليوم شرطان لفتت نظري انه تم سك تقريبا مليارين دولار من اليو اس دي تي بس اليوم يعني تخيلوا العالم عم بتحضر حالة عم تحط دولار بده يو اس دي تي تكون جاهزة للعالم يشتروا اي حركة لسوق يعني في كتير عالم يمكن يكونوا بيعرفوا شي انه الموافقة جاية اليوم يمكن لا ولكن بالنسبة لنا هيدا امر ايجابي عم تدخل سيول جديدة على السوق هلا من ناحية تانية بتسعة وثلاثين بالمية من الفاينانشال ادفايزر المستشارين الماليين بيقولوا البيتكون اي تي اف ما لحت تم الموافقة عليه بالالفين واربع وعشرين بحسب بتوايز تسعة وثلاثين بالمية سراحة هيدا التقرير انا بحسه تلاعه بحد ذاته ما حدا بيكامل اكيوال عقلي بيفكر انه بعد ما بلاكروك قدم على سبوت اي تي اف لحت تم الرفض له معقول يتئم التأجيل لفترة ولكن انا برقية مية بالمية صار او تسعة وثلاثين بالمية لحت تم بالالفين واربع وعشرين من هلا لشهر شهرين برأيي بنكون صار عناية شهرتين اللي افترة لنظرة مورجن ستانلي مورجن ستانلي وبيطلعوا بيقول انه هو سكيبتيكل يعني ما انه ما بيقامن بالبيتكون كاستثمار تتذكروا جاي بي مورجن تتذكروا في تتذكروا كل هالشركات اللي حكينا عنه نش كيف بيحكوا بكلمة وقت يكونوا هني عم يعملوا العكس مورجن ستانلي نفس الامر عم يعملوا هلا زكاة عنجل يا مينيا من ثلاثة اسابيع كان جاي بي مورجن عم يعمل نفس الامر ورجع بعدين عرفنا انه إله عليه قبل سبوت اي تي اف تبع بلاك روك تخيلوا هالامر بيهموا ان يتلاعبوا ويرعبوكم بالسوق هون بدي اوصل للأهم شي اللي بدي احكي اليوم بالفيديو هالامر اللي بدي احكيه انه اسهل استراتيجية بالسوق هي تشتري وقت يكون في خوف وتبيع وقت يكون في طمع هلأ تطبيقه اسعب من يومين عملت صحيح كتير كبير لبيتكون وصل الى الوحدة واربعين الف وكنا متوقعين نحن تصحيح متوقعين دايما التصحيحات اللي لكن انتبهوا من التصحيحات اكتر من مرة طلعت على المباشر هو عم يعمل الدمب وتعامل الدمب العملات البديلة اكيد هبطت اكتر بكتير طلعت مباشر ضغري وحكيتكن لتلكم انا برأيي هايدي فرصة للشراء ولتلكم انا اشتريت حكيتكن عنا عملتين اشتريتن انا بس بشكل عام ولتلكم انا وقت الهبوط هو بخاصة ان احنا بالبول ماركت هو للشراء فرصة هيدا اللي انا احكيته وبعدني بحكيه شو هو الخطأ اللي بيعملوه المستثمرين يلي انا برأيي بيكلفهم كتير اول خطأ بعد البير ماركت اللي شفناه والمفاجئات الهبوطية من لونة لفتي اكس لكل هالامور لبايننس كل هالامور اكتر المستثمرين صار عندهم ما يعرف بوست تروماتيك سندروم يعني بعض ما يصير عندهم مصاهب كتير يعني العالم بيصير عندك خوف معي يعني ما بيوسقوا بسهولة هيدا الامر لحيكلفهم كتير لانه ما لحيفوتوا على السؤولة برأييهم اه لحيصحل حيرجع ينزل لحنرجع نشوف كال هيدا لحيكلفهم كتير لازم يتأكلبوا مع الواقع الجديد المستثمر الناجح هو اللي بيقدر يتأكلهم بسرعة وقته يشوف معطيات اساسية تغيرت الشغل الثاني اللي لحي الخطأ اللي بيعملوه كتير المستثمرين هو كتير بحب يفاخر وهيدا نحنا كمجتمع عربي كتير عندنا إياها أنا مية بالمية اللي بيقولوا بده يصير خلينا أقلكن إياها من هلا يلي بيقلكن يلي بيقولوا مية بالمية بيصير يهربوا منه مني وجر عم بلش بحالي أنا ما حدا بيعرف شو بده يصير نحنا بنشتغل probability احتماليات احتمالي كم في السعود احتمالي يرتد شو المعطيات الجديدة اللي معنا المستثمر الناجح هو يلي بيتأقلم بالسوق وبيشوف التغيرات وبيتغير معها أسرع كل ما يتغير أسرع كل ما يربح أسرع هيدا ضروري نعم هلأ مرة تانية بيقولوا هل بيعني هالأمر أنه ما لح نشهد بقى تصحيحات لا أو اطلاقا التصحيحات بالبول ماركت هي برأيي مرة تانية للشراء هي فرص شو لازم نعمل نحنا اللي لازم نعمله هو نوضع خطة من هلأ أولا لائحة بالعملات اللي بدنا نشتريها لائحة بالعملات اللي منحبها مش نعمل فومو بس عملات صعد الضغري النطة لا لا هالعملات اللي نحنا فيها حطوا إذا هبط السعر لهالمراكز صارت صحيح وهبط السعر بدي اشتري منا واشتروه منا بهالمراكز وحطوا كمان بالخطة تبعكم وقتا يسعد السعر لما راحل معيني بد يبلش أخذ أرباح ضروري تتركوا الكاش بالبرتفوليو تبعكم لو وقتا يصير هبوط لا دايما تقدر ترجع تشتروا إذا ما حطيتوا هالخطة من هلأ وطبقتوها من هلأ لحتضلكم تنتقلوا من غنى لفقير من غنى لفقير اخر شي بيخلص البول ماركز ما نكون عاملين شي فشل في التخطيط هو تخطيط للفشل فايل تو بلان اس بلان تو فايل غيره هيك بدنا نحكي هلأ عن مارتن ديجيتل مارتن ديجيتل عمل تعديم بشهر ديسمبر الف وتممية وثلاثة وخمسين بيتكوين إذا بتلاحظوا مارتن ديجيل في ظل الخوف اللي كان صاير وكل الأمور اللي عم بتصير كان عم يشري إلي التعدين هالشركات بتعرف شو عم بيصير كثير عملات شفنا صعود فيها حتى لو صارت صحيح شوي والأغلب العملات شفنا هبوط لأن البتكوين دومنس على صعود ولكن بعض العملات بعض اللي عم بتصير عم نشوف فيها صعود قوي أهم هو الكوزموس إيكو سيستم اللي فترة بحكيكم عنه واستقبلت كذا حدا منه أكتر من مرة ولحن نستقبل أكتر باسل لازم يطلع معي قريبا جدا انت وصلت معه اليوم نعمل فيديوات أكتر عن وكل الإفادة من كوزموس إيكو سيستم كوزموس إيكو سيستم عم يغرض خارج القطيع هذا أمر لازم نرأبه أولا سيلستيا شفنا صعود كتير قوي لسيلستيا هلأ عم نشوف يوميا اليوم مثلا بفرد نهار 11 ألف محفظة جديدة بلشت ليعملوا ستيكينج لعملة سيلستيا إنجكتيف بروتوكول عم يعمل شراكات أكتر وأكتر ينقل السولانا إيكو سيستم والإيثيريوم إيكو سيستم عم يجمعهم كلهم وهلأ عمل شراكة جديدة مع من أهم المحافظ السيخنة اللي حاليا بالسوق وبنفس الوقت عم نشوف الإنجكتيف بروتوكول نسبة صعوده هالسنة ما في غير بونك صعد أكتر منه وصلت سنة 2023 تصعد تقريبا ثلاثة من أكتر العملات اللي صعدت في 2023 إنجكتيف عم نجيلي في كتير عملات بالكوزموس إيكو سيستم عم نشوف فيها صعود يعني طلّوا على الصورة هون AKT يعني عندكم ساي عندكم كتير عملات عم نشوف فيهم صعود كتير جميل بيم نتورك هي على أفلنش على شبكة أفلنش صعدت ب36 بعد ما ماريت سيركل شايف عدد معاملات كتير كبيرة عم بتصير هالشي سيهم بصعود بيم شبكة ثانوية على أفلنش متخصة للألعاب وهالشي كتير إجابة إلى الانستيوشن المؤسسات لح تهجم على مجال اللي كربته بعد ما البيتكوين سبوت اي تي اف لح يجي بحسب سي بي او اي ديجيتل بريزيند الرئيس تبع سي بي او اي سنترل بانك اف انجلند الزمان غلطانا او يوروب بحسب سنتيمنت في عنا ثلاث عملات عم يشوف تحركات كتير كبيرة إليهم أو معاملات كتير كبيرة إليهم وهولا يمكن يكونوا فرصة بعض المعاملات عادة معقول يشوف صعود بالسعر شو هن هالعملات ليتكوين ميكر داو وليدو فاينانس يعني LTC MKR و LDO ان شاء الله الثانية اللي لفتتلي نظر كمان كوكوين استثمرت بعملي لسولانا بروجيكت اسمها DEMR هايدي شو بتعمل هي متل ميكست رياليتي بروجيكت استثمرت فيها هلأ ليه هالأمر بالنسبة إلي إيجابي لأنه على الأرجح كوكوين لح تدعمها لح تدرجها على المناصة تبعها ممكن يكون فرصة راقبها أنا حطيتها على ليست المراقب لنشوف شو وضعها هلأ من ناحية سلبية برايفيسي كوين سرنا حكين عنهم أكتر مرة بعدوا عن كل شيء له علاقة بالخصوصية بالعملات هلأ بعد أوكي أكس هلأ باينانس عم بتشيلون العملات الخصوصية عن المنصة تبعها أو يمكن يشيلون بلشوا يعملوا مونيتورين تاج مونيرو زي كاش هورايزن أتريسك في كتير غيرهم كمان سنتم حذركم أكتر مرة أخر خبر بدي أحكيكم إياه هو دي واي دي اكس دي واي دي اكس هبط سعروا 12 بالمية بعد ما أوقفوا تداول لبعض المتداولين كانوا عاملين دي لفرجوا هن بأرباح ولكن أوقفوا لهم التريد تبعهم هالشي عمل هبوط بالعمل أنا أكيد إذا المتداولين ما لح يسقوا بالشبكة بالمنصة المركزية تبع التداول دي واي دي اكس أكيد هالشي لح يتركوا العملة وأدى لهبوطها 12 بالمية بعد ما عرفنا تحديدا معرفت أنا شخصيا تحديدا شو السبب لهالأمر ولكن هايدي سابقة منا جايدة لدي واي دي اكس هيدا كل شي انا عندي لليوم إن شاء الله انبسطتوا بالفيديو إذا انبسطتوا عملوا لايك عملوا سبسكرب للشانيل وأنا بشوفكم قريبا فيديو جديد وماكت أبديت جديد شكرا